افتتحت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة معرض مركز البداير الذي تنظمه الدائرة بالتعاون مع مركز البداير والذي يستمر حتى الثامن عشر من أغسطس بمشاركة أربعة وعشرين عارض ويأتي تنظيم المعرض ضمن أهداف الدائرة الاستراتيجية لدعم القطاع الوطني والمشاريع التجارية لرواد الأعمال وقال سعدة سلطان عبدالله بن هد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن دعم القطاع الوطني والمشاريع التجارية لرواد الأعمال الوطنية والقطاع المنزلي يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للدائرة حيث يعتبر المعرض أحد مبادرات الدائرة الهادفة إلى دعم المشاريع الوطنية وتشجيعها ودمج مختلف الفئات والأنشطة مع بعضها لتبادل الخبرات وتحقيق التعاون فيما بينها